مايش الدياق هيك التف في تغريدة قالت مايش الدياق بناءا أو بعد تصريح أو تصريحات اللي أطلق وزير الإعلام جورج إرداحة خلال برنامج صور في خمسة أبو عرب مؤخرا حين لم يكن وزيرا بتردي بتغريدك بتقول منذ تعيينه انتقطت قداحي لاختياره بشار الأسد رجل العام ولمواقفه ضد حرية الإعلام ثم علمته أن سفير منظمة عنا بالثقافة دهشة من سطحيته اليوم كشفت تصريحاته الداعمة للحسيين ضد الدول الخليج حقيقة ارتهانه لمحور إيران ليس كل إعلام يستأهى المنصب وزير أو بمستوى تعاطي الشأن العام أقلوه ألا تعتبرين مايش الدياق تصريح وزير الإعلام جورج إرداحة حرية رأيه؟ اللي قالوا بالبرنامج لحسا لحسا اللي قالوا بالبرنامج واللي رجع أكد عليه بكل سئة بالنفس قدام المجلس الوطني للإعلام من المجلس الوطني للإعلام كان صار وزير بمثل الدولة اللي بناء شو قال؟ والحكومة اللي بتنقى بالنفس قال نحنا ما بدنا نرد على ولا تدخل بشؤوننا الداخلية وأنا لن أعتذر وأنا هيدا ما وقفت تفضل اليوم أول شيء الام تيفي اللي بيشتغلوا الام بي سي اللي بيشتغلوا فيها كتار من الشباب يلي نحنا متعرجون للجمعات شهلت هي كانت بدأ تبلش تبعث بس شهلت بقرار إغلاق مقاتبة بلبنين اليوم على ما يبدو أنه لسعودية إخذي قرار كمانا أنه بدأت تقطع علاقاتها مع لبنان وليس فقط السعودية إنما مصادر خليجية تكشف عن إجراء تنوي الدول الخليجية اتخاذه ضد لبنان ردا على الكلام الصادر عن وزير الإعلام جورج إرداحي على كل حال هل المشكل بالدول اللي عم تاخد موقف ولا مشكل برجل عبر عن رأيه أول شيء ردا على مثل هل أنا عم بسألك أسئلة أول شيء أول شيء أنا بدألك بكل صراحة أنا لما بدأكون وزيرة إيه بدو يتخذ ما كان وزير الرجل حياتي معروف مين طلبه أنا لما إسليمين بيك فرنجية بدو يعين وزير الإعلام بكل محبة مش تضامه النسائي بيقدر يجيب ستفيرا يمين طيب أوكي انطلب منه من مين يقال إنه من النظام السوري طيب انطلب منه لا إسليمين بيك فرنجية لما أنت بدك تجيب شخص بهيدا البروفيل معروف شو أراءه بنقى بشار الأسد رجل العام بيعتبر أنه اللي عمله بشعبه وقتل شعبه هيدا هو عم بدافع عن نفسه بس كان بالإمارات بهذه الأراء من شهرين وكان بإحتفال السنة وإلى الأم بي سي وكان هيدا كله ممنع هيدا رأيه للرجل لكن ما بدي فوت بالشخصي رأيه طريد من الأم بي سي رجع طريد من مكان بني أنا رأيه دفع لأنه الإنسان اللي بيبروم اللي بيشرب من البير وبيرمي في حجر هيدا رأيه يستفل فيه بس أنا ببلد مثل لبنين لم يسق إلى السعودية أو إلى الإمارات إذا 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 طبدي فرجيك هاي التغريدة لغوتارش إيه أوكي مش تغريدة موقف أمين عام الأمم المتحدة أنا ما بدي لحظة شوف يقول فيها بقول حرب اليمن عبسية هيدا ما عندكن إيها في تغريدة لألو يقول فيها حرب اليمن عبسية هيداكي ما بتعطي برية حرب عبسية هيدا عرب عم انتقد الدول العربية انتقد الدول الخليج نحنا بغينا نحنا بلد عربي ما انتقدون عمقه عربي ما قاله يتدخل ما انتقد من شأن اليمني ما قاله يعطي بخور لا لا حزب الله ولا لا ينقي بشار رجل العام وانا بعتبر انه منه اهل بهيدا المواصفات يكون وزير اعلام بيطلع بيلقي البيان الصادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية لانه مش هيدا موقف لبنان الرسمي يا دكتورة بتعرفي شؤال لحظة لحظة بيحرب بالامريكا بتلاقي الناس عندهم موقف من حرب العراق بفرنسا بتلاقي الناس كان عندها موقف من الحروب كل العالم تعطي موقف بالحروب نانسي انا جزار اسمه بشار الاسد صحافة بيطلع بينقي رجل العام بوقت معروف انه مقتل صحفية ومقتل لبنانية وحاطت شباب بالسجون ومعتقالين وبعد لهلأ ما بنعرف مصيرهم هيدا بطل عمل صحافي هيدا موقف اعلامي مش اعلامي موقف سياسي متطرف فاذا اذا انتم بتكون جبوه بهيدا يجي من حصة حزب الله فرد مرة لنعرف على هالطاول هيدا رأي الرجل اليوم لما صارت لحظة دكتورة ماي لما صارت قضية الخشقجة بالسعودية دقبالي انه اليوم كل واحد يطلع يقول كلمة عن السعودية يقولوله الخشقجة ما انتم عم تخلطه هيدا رأيه انا ما رح اقبل انك تخلط الامور ببعضه هيدا شخص كان لازم يشوفه شو تاريخه وشو ما واقفه قبل ما يقرره يعملوه وزير اعلامي تاريخه اعلامي تاريخه اعلامي انا هيدا رأيي هيدا رأيي ونقطع على السطر وخلي الشعب اللبناني كله عم يدفع تمن اغلاط هو ما قلو فيها نحنا ما بدنا نقول يمعنوه في اغراق لبنان هني عم يعملوه يصار علينا مش متل ما بيداعي السيد حسن نصر الله بس فيها اليوم اعلاميه ووزيره سابقه مثل ما يشده تقول بشار الاسد مجرم نحنا عايزينه نبلغاز بس ما في جورج ارداحي يقول انا بدت وقفه حرب اسمه حرب عباسية لحظة لحظة بجريم نحنا عايزين نبلغاز للسوريين حطلعه بتقوله عزيزه نجرم عادة بس السعودية من طعا يقاربه هو وخلفاءه بلبنان انا اللي كبت كيميوه على شعبي انا اللي كان عندي ناطق باسمه قايل بدو يشرب من دمي انا رستم غزيلي لما قاله لابجار الظاهر بدو يشرب من دمي كان عم يتسلى عم بيكبل لي ياسمين اشتركوا في القناة